لم يضع هوشير زيباري المرشح عن الحزب الديمقراطي الكردستاني لمنصب رئاسة الجمهورية لم يضع في الحسبان أن تعلن المحكمة الاتحادية قرار الاستبعاد من سباق الترشح بعد أن حقق جميع الشروط التي تؤهله لأن يكون أحد الأسماء على قائمة مرشحي الرئيس الجديد لكن الدعوة التي أقامها نواب من البرلمان والتي طالبوا بها رفض قبول ترشح زيباري كانت الورقة التي اعتمدتها المحكمة الاتحادية بما يملي عليها احترام نزاهة القضاء وشفافية الحكم الذي احترمها أيضا الحزب الديمقراطي الكردستاني نظرا لاحترام نزاهة القضاء الذي لا جدل فيه زيباري خرج عن صمته بمؤتمر صحفي معلنا أن القرار كان ظالما بحقه تحت عنوان التبييت لمشروعه نحو منصب الرئاسة وما وصفه بمعركة خصوم لن تنهي مشواره السياسي في حزب يبلغ عمره 75 عاما في معترك الحياة السياسية العراقية نقطة وصطر جديد إذن في مقياس الترقب الذي يرافقه التوتر للأزمة السياسية التي وإن حل طرفها الأول بالذهاب مجددا نحو البرلمان للتصويت على مرشح قصر السلام الجديد إلا أن المعادلة السياسية بين القوى الفاعلة لا يزال قطبيها الإطار التنسقي والتيار الصدري متمسكان مع بعض اللين بموقفهم السياسي إلا أن مبادرة الإطار تقرأ في المجمل أنها قد تكون مفتاحا لحل حالة الأزمة قبل أن تغرق البلد في فراغ دستوري ومع قرار المحكمة ببقاء برهم صالح رئيسا للجمهورية إلى حين انتخاب رئيس جديد قد يعكس المشهد العام إلى أن الطريقة التي يسير عليها مقتدى الصدر هي التي ستعلن كلمة الحصم فيما يتعلق بصناعة وتشكيل الحكومة الجديدة وربما مع قبول شيء من المبادرة التي تقدم بها الإطار التنسقي في كلا الاتجاهين فإن ثم تتفاؤل بأن تنتهي الأزمة السياسية خدمة لمشروعها المستقبلي في العراق وأن تغرق البلاد في فراغ دستوري يعيد التعقيد إلى المشهد أكثر مما مضى ترجمة نانسي قنقر